بداية أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان العمامرة بأديسة بابا أن الخبرة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب في خدمة تعزيز قدرات القارة الإفريقية وحي العمامرة الذي يمثل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة في قمة مجلس الأمن والسلم للإتحاد الإفريقي في إنعقاد هذه القمة التي تؤكد الإرادة السياسية للقادة الأفارقة في مكافحة آفة الإرهاب الدخيلة عن القيم الإفريقية والإسلامية ومن جهة أخرى شر العمامرة إلى ضرورة وضع برنامج عمل متعدد الأبعاد حتى يتم التصدي للتطرف العنيف كما أبرز أهمية تعزيز التجنيد الدبلوماسي على المستوى الدولي من أجل تجريم دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن والمثادقة على آلية قانونية دولية إلزامية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب